نادي الأهلي أرسل خطاب إلى الكاف في الساعات الماضية بخصوص الأخطاء التحكمية المتكررة بحق الفريق خصوصاً في المباريات الأفريقية الثلاث الأخيرة سوبر مع اتحاد العاصمة ومباراتي سيمبا ومبارات ساندونز بي الدوري الأفريقي الأهلي أكد في بيانه أن هذه المباريات شهدت أخطاء تحكمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها وهو ما يعكس صورة سلبية عن الكرة الأفريقية طيب نكابل صورة سلبية عن الكرة الأفريقية وهو ده اللي النادي قاله وده البيان أمام حضراتكم الأهلي طلب في خطابه من كافة خاز خطوات عجلة لعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وأن يحرص الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الأفريقية بالآخر البيان ده الهدف منه إيه؟ الهدف منه أجماعة أنا شايفكم أجماعة أنا متدايق أنا بكلم على الأهلي أنا متدايق من اللي بيحصل في التحكيم للأفريقية ومش هاسمح أنه ده يتكرر تاني فلو سمحته لو سمحته الكلام ده ما يتكررش تاني الأهلي عمل كده يعني البيان ده عشان بس حراكه وأنت بتسمع آه يا البيان ده يعمل إيه للأهلي مش يعمل إيه حاجة يعني فيش حاجة تتغير يا تاعة المباراة اللي فاته واللي أهلي بيشتكي منه من دول ولا نتاجها تغير ولا حاجة بس يعني إيه كفاية وبقيت شايفك ما تعملش كده تاني ولو سمحته تاخد بالك ولو سمحته تراجع ولو سمحته تختار حكام كويسين هو ده اللي أهلي عايزه من البيان ده اللي أرسله ليه الكاف